في مصر أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصوله على 21 مليون صوتا ونصف خض السيسي الانتخابات دون منافسة حقيقية بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين البارزين وانسحاب آخرين ومن المرجع أن يفوز بولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملا في زيادة نسبة المشاركة التي يعتبرها السيسي ضرورية لإطفاء الشرعية على فوزه وذكرت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية أن موسى مصطفى موسى المرشح الوحيد أمام السيسي والذي يعد من مؤيديه حصل على 721 ألف صوت هذا ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للانتخابات يوم الاثنين المقبل موسيقى